السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشتهر الفيتامين با 12 المسمى أيضا بالكوبالامين بدوره الأساسي في الحفاظ على سلامة الجهاز العصبي لذلك حالة افتقار جسمك له سيؤثر سلبا على صحة دماغك وأعضاء حيوية أخرى مما يحتم عليك إدراج أطعمة غنية به تفاديا للإخلال بالتوازن البيوكيميائي للخلايا المعتمدة عليه وأثناء هذا الفيديو سنعرض عليك أغنى الأطعمة المتوفرة على هذا الفيتامين الأساسي ولكن قبل ذلك أدعوك إلى الاشتراك وتفعيل الجرس حتى تتوصل بجديد المواضيع بالإضافة إلى كون البيض يندرج ضمن قائمة الأغذية الغنية بالبروتينات الضرورية لبناء العضلات فهو مصدر مهم لأنواع مختلفة من الفيتامينات كالفيتامين ألف الضروري لصحة العين ودى للمقوّل الجهاز المناعي وهاء المفيد للعناية بالبشرة وأخيرا فيما يخص الفيتامين باء 12 فمئة غرام من البيض أي ما يقارب بيضتين تحتوي على 1.8 ميكروغرام من الكوبالامين مغطية بذلك 60% من الاحتياجات اليومية المنصبها لدى البالغين 9- سمك السلمون يندرج سمك السلمون ضمن الأطعمة الأكثر شهرة في العالم وذلك باحتوائه على عناصر غذائية مهمة كالبوتاسيوم المساهم في توازن الضغط الدموي والأستزانتين مضاد الأكسادة المخفض للكوليستيرول الضار في الشرايين والأحماض الدهنية الأوميغا 3 المحاربة للالتهابات وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى أما بالنسبة للفيتامين باء 12 فمئة غرام من سمك السلمون تحتوي على 2.9 ميكروغرام من الكوبالامين موفرة بذلك 97% من إجمالي الاحتياجات اليومية المنصبها لدى البالغين 8- لحم الخروف يمثل لحم الخروف أحد أهم الخيارات الغذائية التي يمكنك إرفاقها لوجباتك اليومية ففضلا عن عناصره الغذائية التي لا تختلف كثيرا عن باقي اللحوم كاحتوائه على الأحماض الأمينية الضرورية للأنسجة العضلية والمعادن قبيل الزنك والحديد المفيدان للجهاز المناعي وفعالية العديد من التفاعلات الخلوية فهو يعد أحد أغنى مصادر الكوبالامين فمئة غرام من لحم الخروف توفر ثلاث ميكروغرام من الفيتامين المتميز وهي كمية توفل قيمة اليومية الموصبها للرجال والنساء على حد سواء سبعة سمكة التونة تقدم سمكة التونة عددا لا حصر له من الفوائد الصحية فيكفي أن نذكر غناها بالأوميغا ثلاثة الضرورية لسلامة القلب والشرايين والسلينيوم المضاد لشيخوخة الخلايا والجذور الحرة والحديد الواقم فقر الدم لكن فيما يخص الفيتامين باء 12 فكميته تساوي 4.3 ميكروغرام لكل مئة غرام من التونة أي ما يفوق الاحتياجات اليومية الموصبها بنسبة 143% ستة سمكة الرنجة تشتهر سمكة الرنجة بقيمتها الغذائية ودورها الكبير في تعزيز جهاز المناعة وذلك بتصدرها قائمة الأطعمة الغنية بالفيتامين دال وأيضا باحتوائها على كميات مهمة من البروتينات المفيدة لبناء العضلات والأوميغا ثلاثة المضادة للالتهابات وفيما يهم فيتامين حلقتنا فسمكة الرنجة تعد أحد أغنى مصادرها إذ توفر 8.5 من الكوبالامين لكل مئة غرام مغطية بذلك 283% من القيمة اليومية الموصبها لدى البالغين 5. سمك الإسقمري يعد الإسقمري أحد أنواع الأسماك المفيدة للصحة حيث يتوفر على كميات مهمة من الدهون المشفعة التي تضمن السيرورة الجيدة للقلب والشرايين والفيتامين دال الضروري لأزيد من مئتي تفاعل بيوكيميائي والحديد المفيد لنقل الأكسجين في الدم وما إلى ذلك من العناصر المهمة للجسم أما بالنسبة للفيتامين باء 12 فهو يقدم 8.5 ميكروغرام منه لكل مئة غرام أي ما يكافئ 300% من الاحتياجات اليومية للرجال والنساء على حد سواء 4. لحم الأرنب إن لحم الأرنب من الأطعمة التي يمكنك اللجوء إليها حالة وضعك لبرنامج غذائي مخفض للوزن وذلك باحتوائه على سعرات حرارية قليلة مع ارتفاع معدلات البروتينات المفيدة لبناء الأنسجة العضلية فضلا عن غناه بالماغنسيوم المقوّل صحة العظام والزنك المهم لتوازن الجهاز المناعي كما يضم لحم الأرنب كميات متميزة من مختلف أنواع الفيتامينات البائية بما في ذلك الكوبالامين موضوع حلقتنا إذ يوفر عشر ميكروغرام منه لكل مئة غرام مسددا بذلك ثلاثمائة وثلاثون في المئة من الاحتياجات اليومية لدى البالغين 3. المحار المحار من الرخويات المنخفضة السعرات الحرارية لكن الغنية فيما يخص القيمة الغذائية فهو مصدر مهم للفسفور العنصر الباعث للطاقة والمساهم في سلامة الأسنان كما أنه غني باليود المندرج ضمن مكونات هرمونات الغدة الدرقية المفيدة لعمليات نمو العظام وصحة الجهاز العصبي أما بالنسبة الكوبالامين فمئة غرام من هذا الكائن الرخوي أي ما يقارب ست محارات توفر 14.5 ميكروغرام من الفيتامين المتميز وهي كمية تغطي 483% من الاحتياجات اليومية الموصبها لدى النساء والرجال 2- كبد الخروف يمثل كبد الخروف مصدرا مهما للعديد من العناصر الغذائية التي لا حصر لها فهو يندرج ضمن قائمة الأطعمة الغنية بالحديد والفيتامين ألف فضلا عن الزنك والنحاس أما فيما يخص الفيتامين باء 12 فهو يوفر 35 ميكروغرام منه لكل مئة غرام أي ما يسد 1169% من إجمالي الاحتياجات اليومية الموصبها للبالغين 1- كبد البقر يعتبر كبد البقر أحد أكثر الخيارات الغذائية التي يمكنك إرفاقها لبرنامجك الغذائي فبالإضافة إلى عناصره الحيوية والمتنوعة قبيل الفوسفور الحديد والزنك فهو يتصدر قائمة الأطعمة الغنية بالفيتامين باء 12 حيث 100 غرام منه توفر 65 ميكروغرام من عنصر حلقتنا مسددة بذلك 2167% من الاحتياجات اليومية للنساء والرجال على حد سواء اشتركوا في القناة